جاينا من المقطع يا أحبايب فاجلوا مقطع بالليكات اللايك ستعرف كل شي ساعد يا أحبايب بانتشار الفيديو فأتمنى تضعون زر اللايك وشوفوا المقطع جاينا من المقطع يا أحبايب ومعار حزنة تكون مقطع على قناتي الثانية مملكة المشاهير مقطع كل شفاكم يا أحبايب الكل يرح هشوف الرابط بالوصف الحقيقة سطلح جواني وبيسان رحشوف المقطع يا أحبايب بالرابط بالوصف الخبر الاول يعدنا عن ياسو تيفي والشي الغريب لأحباب اللي اسويته فهي ستعتني حسبها بالإنستجرام أو شي هذا اللي كان كتبا بي الستوري هادي كثير مهم لكل الأشخاص اللي بعوزهم ويعزوني أنا رغب فترة عن السوشيل ميديا بس لقوني رقيب مشان نجهز لكم شغلات كثير حبيت خبركم اني حضروا كل الإنستجرام كمان فترة صغيرة بس مشان تشتاقوا لي أكثر ترقبوا قلب وشي الغرب يا حبايب إن شاء الله تفعلوا عن كل الأشخاص اللي هي متابعتهم فلتوقعوني يا حبايب للشيء الخرافية اللي هي راح تجهز لنا والشيئات تسويت بالضبط وبنضافي يا حبايب مصطفى ريدر نذهب للسوري كانت يعلم من خلالي يا حبايب على المقطع الأيد ميلاد راح نزل اليوم الساعة بالأربعة راح يكون بقمر يا حبايب الطائي وبنسبة الوقت ياسو يا حبايب مثل ما شايفين بغاية ذلك السهم فكرة أحباب لكم التاس جاءتوا متحمسين لهذا المقطع وننتقل حاليا للغيث مروان ودخولها للمستشفى فلنزل شفية سورية برغوم المعراوي كان كاتب بها السلامتك يا باشا من وضح يا حبايب إن وغيث مروان كانت مصابة برجلة وبالسوري اللي بعدها كان كاتب عليها شايتوا حاولين كل أشخاص حاولين غيث وبالسوري بعدها كاتب جابوا أم العيد الشباب وبالسوري اللي بعدها من داخل المستشفى يا حبايب هو كان قاعد على الكرسي مال المستشفى فلتب نزلوه نوك اوت بالنسبة للغاية فمروان يا حباب فنزح هذه الاشتورية كانت رجلة مربطة كاتب السيطرة تحت الأمور فالله يشفي يا رب وإن شاء لما بي إلا العافية يا رب يتحسن بأسرع وقت شو توقع يا حباب اللي خلا يصرب هذي الإصابة واللي تحسون يا حبايب بنسو دولة بالكومنتات ونالله يشفي يا رب ونتظر حاليا الرغدي يا حبايب وعد ميلاده فاليوم يا حباب هو عيد ميلاد رغدة فكل عامت بخير أخبال مليون سنة يا رب طبعا حاليا يصر أمور 23 سنة ونزلت شوية ستوريات ببنسبة عيد ميلاده رح أطلقكم إياها شوفوها و بس والله إني أحبت أحكي لكم شو حاس إحساسي والأجواء لطيفة بتوتله 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 عشر ثلاث وشي نتغل حاليا لمفاجأة اليوتيوبر أول شي يا حبايب اللي هي أصالة المالح اللي أعلنت يا حبايب إنه أغنيتها رح تنزلنا بداية أول يوم الشهر الجديد رح تنزلنا أغنيتها جديدة فكتمل بكومنتاج قمت حمسين إلها اللي رح يتم تصويرها من داخل دبي باسم الثاني واحد يا حبايب اللي هو النورمار اللي نزل هذا السوري فشاند يعلم خلال إنه سوى مخلف بالعضاء الجدد من الفريق يا حبايب رح يزلنا مقطع باتشر الساعة بالأربعة قناة الأساسية و رح يبيننا به شكل العضو الجديد الثانية فكتمل يا حبايب بالكومنتاج قمت حمسين لهذا المقطع ننتقل حاليا القمر طائل لزلت هذا اللي صور يا حبايب وتقول فيديو اليوتيوب تأجل البشر يا حبايب الساعة بالستة بالختام عن ناريني بيوتو يا حبايب ننتقل حاليا ناريني بيوتو شو نصار بياها بعد ما رجعت بالدبي واحتراك جسمها يا حبايب مثل ما تعرفون نصار بها حساسية اليوم يا حبايب رجعت نزلنا شوية ستوريات تيتشات من داخل النادي و قادت مرن وتروح تاكشورما ولكن صدمة يا حبايب بالستوري اللي نزلتها اللي كان بيه نوعا ما خاتم والزواج لابسة بييدها يا حبايب اللي خلال اغلى المتابينة توقعوا موضو الزواج مادر الصراحة ولكن ما اتوقع الموضو الزواج عاكم تتمنى بكومنتات شو توقعتكم لهذا الموضوع وبالختام عن احمد ابرو بي يا حبايب وتنزيل شوية ستوريات قاعد يدعم بيها ابو فلا بالبيث مباشر رح يفتحها اليوم في الميار في يا حبايب انه ابو فلا رح يفتح بيه مباشر ويجمع بيه مليون دولار اليوم عمو دي ساعة خمسة الالاف عائلة من البرد يا حبايب البيت رح نفتح لكم اليوم ساعة بثمانية للكلكم متجهز وشوفوا الستوريات عم تستهموا الموضوع اكثر الخير اخوي يا جماعة ابو فلا وصل 20 مليون مشترك الف الف ابروك وما شاء الله رقم هائل وهو عمل بث خيري بمناسبة 20 مليون وحيكون اليوم ع ساعة 8 وشكر خاص لهيبر ادم انه لسا بعمل عمل خيرية يعني عم بيكون قدوة حلوة. انا صراحة كل ما اطلع عليه انه انه انا ام بعمل خير بالمرة بتقيلته بدي اعمل اكثر في القناة السعودية ف بدنا كل التائم نكون هناك وانا اولكم انا اول الحاضرين للبث واللي بقدار يتبرع طبعا اتبرع حيكون للاجئين ف ايشي حلوة صراحة وصلوا لحبايب لتسوى المقطع نزلت على القناة الثانية مقطع فخم روح شوفوا إياه حبايب وبتشانك في زمان قاسم لك القصص مع السلامة